اشتركوا في القناة هنادي حداد أبو جودة هنادي كيفك اليوم بنا نخبر عن أرشيتاكت كمانا بنا نعرف عنه بس اليوم الحلقة مش بس أنه نحكي عن ياركي إنجلس يعني هو كوفاوندر في هيدا الجروب الكبير وبيشتغل دائما مع شركة بيج بالأرشيتاكتر اللي هي كتير معروفة بس اليوم بنا نحكي عن مشروع عامله هو كتير قوي ما عمل زبالي ما عمل زبالي بس خرافة قد ما حلوة الهندسة طبعه وأكيد في من وراء فكرة كتير قوي ياركي إنجلس هو أركيتاكت خلقان سنة الـ74 يعني منه كتير كبير بالعمر بس بمسيرته الهندسية اللي حنقول أو المهنية يعني حط بصمة كتير قوية على عالمنا المعمارة وعلى طول دائما مثل ما كلنا نحنا أصلا بنشتغل ولازم كل المهنسين يفكروا بهذا المنطق اللي نحنا بندرسه إجباري إنه كل المشروع بيتعمر بده يكون فيه من وراء قصة بده يكون فيه من وراء كونسبت خبرية نعيش العالم حالة معينة فيها فاليوم راح نحكي عن معمل هو ساستينبل ساستينبل أركيتاكتر يعني هيدا المعمل معمول بهذه الطريقة بس هو كمان كرميل معمل زبالي كرميل اللي يعملوا روسيكلاج للزبالي ويخلقوا من وراء هالأنرجي بس مش بس هيك راح نباليش نشوف صور ونحنا وماشيين بالصور راح خبركن أكتر عن هيدا الأركيتاكت هيدا هلعا بيبين معنا إنه نحنا خلقا نصلت لـ74 مؤسس لشركة إنجلز وبيشتغل مع بيج أكترية الأوقات بيعملوا بيج بروجيكت سوا وهالأرشيتاكت يلي هو من الدنمارك هو دينش وعنده هالبروجي يلي اسمه كوبنهيل هيدا الكوبنهيل هو المعمل للزبالي يلي معمول بكوبنكهاجن بمنطقة صناعية عم نشوف الصورة طبع هالمعمل نحنا وقتا نتطلع بهيدا المعمل معقولة أنتوا تفكروا إنه هيدا معمل للزبالي أو نحنا هون بمنطقة صناعية أكيد لا لأنه سيمبلي رح إلكونيها ببساطة وقتا عمل هيدا المشروع هو عم يفتكر إنه مش بس المشروع بدي يكون اقتصاديا من يحدى المنطقة أو بدي يكون بس أنه يكون كمان مساعد للطبيعة كمان بدي يكون يعني للعالم إنه يقدروا يجوا وما يقولوا إنه نحنا ما بدنا نمرق بهيدا المنطقة لأنه كتير جاي وزبالي وكذا بالعكس سطحه لها المعمل صار بيست للسكي سكي على هالجازون يعني حتى بروفاشنال سكيرز بيجوا بيعملوا سكي لكل المنطقة وكل أهل يعني كل المنطقة حوالي بكوبنهاجن هو فري لكل أهل هالمنطقة تخيلوا بالأرشيتكتور لأن معمل وتما يكون بس معمل وعم يعملوا بس تدوير للزبالي ويعمل هالرسيكلاج كمان خلق لهم فكرة أنه تتير المنطقة الصناعية تقدر تكون كمانا سياحية يعني العالم بيجوا لهون ويجوا بقضوا نهار وبيعملوا اكتيفتيز كتير كتير كبيرة حوالي كل هالمنطقة وخصوصا بهيدا المعمل خلينا نبلش ونشوف فيديو ونشوف شوية الأرشيتكتور طبعيته ونحكي عن بارالال طلعوا هون يوقتنا منتطلع فيه منشوف هالجبل من العمارة الكبير بس منتطلع كمان منشوف سقفه قدي هو معمول من هالبارك بارك على جاردن معمولة الجازون انه يكون هيدا سلوب منحدر يعني تيعملوا عليه سكي ويقضوا وقت والولادي ينبسطوا والعالم تقضي وقت وبذات الوقت انت كمان عم تجي عم منطقة صناعية عم تحييها مش بس بقصة الصناعة عم تجي كمانا تتخلي العالم تدخل وتعيش experience وتصير كأنها سياحية او مطرح ملها لكل العالم بالفيديو اللي شفناه كمان شفنا هالارشيتكتوري اللي هي نحن قطعا منقول معمل شو منتخيل اكيد منتخيل بلوك يمكن هيك راكتانجولار وبمجرد بيكون كأنه علبة بس هون منطلع انه كأنه هو نحت هالفوليم نحت هالارشيتكتور هيدا وبس بمعمل هالانحدار هيك بالسقف تيعمل هيدا السلوب ويعمل عليها البيست دوسكي ديجا هي فكرة كتير عن جد قوية وبذات الوقت وقته يطلعوا لفوق العالم وبيمشوا على هالسطح بيقدروا يشوفوا كل المنطقة يعني كأنه كمان عمل اوبزيرفاتوار كأنه عمل 2-in-1 لأنه الناس كمان بتطلع من دون متعمل سكيب تقدر تطلع وتشوف من 360 درجة بمحيط هالمعمل بيقدروا بيقشعوا كل المنطقة نشوف نرجع كمان صورة تانية راح تبين معنا شوفوا هلأ كيف نحنا راح نشوف المبنى والمنطقة الصناعية كيف عم نشوفها بتصوير من فوق وطلعوا هون حتى الادواخين أكيد الادواخين يلي عم بيطلعوا هالريسيكلاج للزبالة منشوفها من بعيد بس منتطلع كمان ومنشوف الفانكشنينج تبع هالبروجي بيفوت عليهم أطنان وأطنان من الزبالة بيستعملوها ليخلقوا مننا كهرباء ليخلقوا مننا للتدفئة لكل المنطقة اللي حواليون وأوقات كتير بيعوزوا أنه يستوردوا زبالة من بره تخيلوا هالأرشيتاكت وقت اللي عطيوا الدوني يعني وقتها عطيوا السبب أنه بدنا نعمل هالمكان أخذ بعين الاعتبار أكيد الدوني اللي هني عطيونيها جسدهم بهالمبنى الهندسة العنجات خرافة وكتير سبيسيال وهن بزيت الوقت عم بيفكروا أنه المنطقة تبعيتهم تصير عندها يعني زيرو كاربون ما بيعود عندهم أبدا تلوث من هلأ ليكبروا أولادهم هو هو عم بعمر هالمشروع كان عم بيقول أنه ابنه كان عمره سنة هو كان عم بيقول أنا بحصد ابني يلي عمره سنة رح يقدر يعيش بإنفايرومنت هالأدفرندلي وهالأدف فيها زيرو تلوث وهو رح يكون إخذها فور جرانت يعني هالولد يلي خلقان بهالمنطقة رح يكون حسس أنه هيدا شي كتير طبيعي بس هن بالفعل عم بيأسسه من هلأ لأولادهم لبعدين إذا نحن عم نحكي إذا الدول عم بتأسس نحن كمعمريين كمان منفكر لأنه العمارة هي أصعب مهنة معقولة عملها لأنك أنت عم بتخطط لسنين لقدام وهيدا الأرشيتكتور بدأ تعيش مع العالم كل حياتها ولقدام كتير فمعناتها بدأ يكون فيها فكرة وبدأ تكون عم تساعد الشأن العام بدأ تساعد الطبيعة وبدأ تساعد أكيد اقتصاديا يعني هيدا المعمل مش بس تنعمل لأنه فيه تسلاية كمان فيه مدخول زائد وفائد يعني بفوض عليهم كتير يعني أموال هائلة وبطلع أموال كتير كبيرة للبلد بذات الوقت بيعطي كهرباء بأسعار كتير ضئيلة وبيستورد زبالي من البلدين اللي حواليه يعني بصراحة لك هن وين وليك نحن وين خلينا نشوف بعد كمانا فيديو تانية وصور تانية رح نتطلع هلأ بالأرشيتكتور وبالفسادات من بره يعني الواجهات من بره شوفوا كيف هي يعني كيف هي مفخوتة الفساد معمولة من الألومنيوم ومن الأزاز بس عاملة كمانا مثل كأنه حتطلع أنفلوب حوالي هالمعمل اللي جوه كتير أكيد إندستريل بس الأنفلوب اللي عمله كمانا اشتغل على الفساد أنه يكون اللايتينج لجوه الإضاءة تكون عم تفوت بالنهار بشكل كتير كبير عم نطلع عم نشوف هلأ ليكوا السكيار هولي السكيار هني professional skiers بيروحوا بيعملوا سكي بهيدا المكان على الانحضار وليكوا قده بيعملوا كمانا ألعاب وبيعملوا الشو كمان الناس بتصير تحب تروح تحضر هولي professional skiers يلي بيجوا بيلعبوا هون سكي هيدا شي بيستقطب أكتر كمان للسياحة وبيخلق مكان للتسلية للمنطقة وبرجع بقلكم أن هيدا منطقة صيناعية يعني يوجول ينحنا عادة وقتا نقول منطقة صيناعية شو فيها يعني معامل يعني زبالة يعني ضغط يعني عجقة بنا نمحى هالفكرة شوي سوى من راسنا ونتطلع بهالمنطقة الصيناعية النموذجية اللي أنا عم فرجيكم لأنه هيدا المعمل عن جد نموذج للسنين اللي جاية يعني هو بيفتكر كمان أنه بالهندسة على طول بدنا نترك بصمة بس مش بصمة أنه هندسيا حلوة بدنا تكون بصمة فيها فكرة كرمال الشعب والعالم كله يكون عم يتحسن عم يخضن على منطقة كتير بالارشتكتور اتوبيك أنا بسميها هيدا اللي عم نشوفها هلأ لأنه الهندسة مثل ما قلنا بدنا تعيش معنا للأبدية نحنا منروح بس هالعمارة بتبقى رح نشوف بعد كمانا فيديو ونتطلع من الداخل كيف الارشتكتور من جوا تطلعوا بهذا المعمل لتدويد السبيل اللي كقدي نضيف اللي كقدي الارشتكتور طبعه وفيه كوميونيكيشن حتى بالإسباسات نحنا حقيقة هلأ عم نتفرج على القصص التكنيكل بقلبه مرة حنفوت بتفاصيله بس كمان وقتا منطلع هالعلوات يلي اتخذ يتطلعوا هون الكوب يعني إذا قصين المعمل بالنص هيدا الانحدار يلي نعمل من سقفه ونزل انحدار هيك ساعد كمان بالارشتكتور من جوا أنه المعمل يستوعب أكتر أكتر وأكتر من الازبال اللي أنه تدخل عليه ويكون عنده كل هال رح سميه المصران جوا أنه يقدروا يشتغله لأنه هو عايز كان هالهوتر هالعلوات كلها تما يكون بس هيك طالع بلوك ضخم بها المكان ويزعج كل اللي حواليه لأنه بيصير كأنه نازل من من أوتر سبيس بالعكس نخلق هال هالأرشتكتور اللي سبيرال رح نسميها ونخلق الفسادات يلي هالأده مريحة وبتمشي مع كل الانفيرومنت يلي خلقاني فيها يلي هي بلدان بسا دينش أركيتكتور فهون هي منطلع منلاقي أنه عملت لاندمارك وصارت آيكن يعني مثل ما نحن توريفاله لاندمارك بباريس هيدا لاندمارك بالدينش أركيتكتور وبالدنمارك بوك أوبنهيل هو البروجي اللي حكينا عنه اليوم ودايما وكل مرة بس يطلع أنا بحب أخبر عن أرشتكت عن جد سبيسيال وترك بصمته بس الأهم أنه هيدا المشروع عن جد خرافة كل ما تخلص الحلقة بحب دايما نذكركم أنه نحن دايما عندنا بفور وافتر نهار الجمعة أو مرات نهار الأربعة إذا عندكم شي بتكون تسألوني فنرجع عن ساعتكم فيه بالأنتريير أو بالأرشتكتور تبع بيوتكم ما تنسوا تبع تولي على هانادية أبو جودة حداد على فيسبوك هانادية أبو جودة حداد على انستغرام أو على الـ LBCI أو المورنيك توك أكيد ترجمة نانسي قنقر